الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان للوالدين والبر بيهم الإحسان بالوالدين مش بس مجرد كلمة لكن كمان بتتحول بينا لسلوكيات في الفخر بيهم بالاعتزاز باحترامهم بعدم العبوس في وجههم أو حتى في عدم رفع الصوت في التعامل الطاعة في كل شيء إلا في معصية من يخالف تعاليم الله كل ده منتكلم عنه من خلال واجبات وحقوق الوالدين مش بس مجرد أن احنا بنقول ماما وبابا ربنا يدي صحة للعايش منهم وربنا يرحم اللي فقدناهم الدعاء صدق جارية للوالدين إزاي بنتعامل مع أبونا مع أمنا إزاي التعاليم دي بتكون قدوة كمان لولدنا عشان يعملونا بنفس الإسلوب وإزاي المسئولية اللي محطوطة علينا في كبر السن إن احنا نرعاهم وإن احنا ممكن إن احنا ننفق عليهم في حالة احتياجهم كل ده بيخليهم عايشين بروح مختلفة بمعنويات مرتفعة ببر حاسين إن هم في يوم من الأيام قدموا لنا وإحنا واجبنا عليهم إن احنا نرده لهم بأشكال مختلفة أجمل وأعظم قيمة في الحياة هي البر بالوالدين يعني في كتابه الكريم يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان يعني في مقام العبادة رفع البر بالوالدين إلى مقام العبادة مهم جدا إن احنا يعني دائما يعني يكون في إحسان وبر بالوالدين خصوصا الأيام اللي فاتت بنشوف بعض الأخبار السيئة جدا عن إساءة للأولاد في التعامل مع أبائهم وأمهاتهم حالات من العقوق لا يصدقها العقل الحقيقة انتشرت بشكل غريب في مجتمعنا النهاردة في الفقرة الدينية في صباح الخير يا مصر زي ما تعودنا دايما كل جمعة هنحاول نستعيد مرة أخرى هذا المفهوم مفهوم الإحسان للوالدين والبر بهم في الحياة معانا الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشاخة الأزهر الشريف ضيفا عزيزا وكريما علينا دايما بنوارنا في الصباح الخير يا مصر أهلا بيك يا فاند أهلا مصر أهلا مرحبا هي كلمة غير عادية بتمر علينا دايما كلمة الإحسان والبر بالوالدين لكن هي كلمة عظيمة وراها معاني كتير جدا عايزة أسأل حضرتك بداية في ضوء كده الهدي القرآني والسنة النبوية الشريفة أهمية الإحسان للوالدين بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وزيما حضرك تفضلت ونحن في يوم الجمعة بنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج الله معنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرى وبعد بشكر حضرتك على هذه المقدمة وهذا الترحاب وبالفعل إحنا ما بنتكلم عن الإحسان إلى الوالدين أو علاقة البر بالوالدين من أهم العلاقات في حياة الإنسان بر بوالده ومن أنجح العلاقات ومن أسمى العلاقات لذلك ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جعلها العلاقة رقم اثنين بعد توحيد سبحانه وتعالى زي ما حضرتك تفضلت أشرت في الآي الكريمة في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا يبجع الإحسان إلى الوالدين تاني حاجة بعد توحيده سبحانه وتعالى بل إن سن النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل إيه أحسن الأعمال إيه أفضل الأعمال عند ربنا سن النبي قال إيمان بالله وبرسوله قيل ثم أي يعني إلي بعد كده قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله شوف حضرتك سن النبي يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله لذلك لما كان يجي له واحد كده عاوز يروح يجاهد شاب كده وكان زمان كان المسلمين قلة فكانوا محتاجين للعدد تخيل كده واحد يجي لسن النبي ويقول له أنا عاوز أجاهد معك يا سن النبي فيلاقي شباب فيسألوا هل بقي من أبويك أحد حي أو كلاهما يعني الاتنين موجودين ولا واحد منهم فيقول له آه موجودين يا سن النبي فيقول له ارجع ففيهما فجاهد يا سلام معقول إن بر الوالدين أعلى درجة ومنزلة عند ربنا من الجهاد في سبيل الله لهو أشرف الأعمال أيوة لأنها مجاهدة برضو لذلك كان حضرت سن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة البر ويعلمهم الإحسان وإحنا في زمن دلوقتي يعني انشغل فيه كتير من الناس بالحياة وفيه أصبحت عندنا زي ما حضر لك تفضلت وأشرت إشارة إلى انهيار بعض العلاقات من الآباء والأمات والأبناء والبناء ده كله راجع لإيه؟ راجع لعدة أمور في الحياة منها أول حاجة الانشغال وبعد كده القسوة والزعل يبما بتكلم عندي أول حاجة الانشغال كتير مننا انشغل في دوامة الحياة كتير مننا انشغل في السعي في تحصيل الرزق كتير مننا انشغل لما خلص الجامعة بتاعته انشغل في شغله وأصبح ما هو دلوقتي بيجيب المصروف بتاعه وأصبح مش مدرك زي الأول لقيمة الوالدين ممكن ما بيتكلمش معاهم زي الأول ما بيعودش معاهم زي الأول لأنه مشغول في دوامة الحياة وفي المسئولية إزاي أجاهد نفسي أن أنا أخرج من ده بشكل مظاهر سليمة في التعامل مع الوالدين أحسنت ربنا يبارك في حضرتك طيب أنا لما يكون عندي انشغال أرجع إزاي أن أنا أفضلهم وقت ومساحة عشان أقعد معاهم فيه كتير من الناس اللي أعرفهم بيقدر يساستم نفسه على الوقت بتاعه يعني هو في شغله ممكن يخرج من شغله هو عارف بيخرج من شغله الساعة خمسة الساعة ستة يقول والله أنا أروح أتغدى مع والدتي النهاردة أو مع والد النهاردة أو واحد كل أسبوع مثلا في الأجازة بتاعته يحدد يوم أن أنا أخذ ولادي وأخذ زوجتي واروح لولدي والدتي أعود معاهم هو عامل لنفسه محدد لنفسه الخطة لده وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة المفهوم ده تخيلي لما واحد كده هم من الصحابة سيدنا كعب بن عجرة حديث موجود في صحيح مسلم الصحابة شايفينه في يوم من الأيام وهو شايل كان العمل بتاعهم بسيط فكان شايل الحبل بتاعه وشايل الفأس رايح يقطع شجر عشان يبيعه فالصحابة لما شافوا همة سيدنا كعب بن عجرة كان ربنا مديله قوة في البدن فالناس ما بتسيبش حد في حالها ده الطبيحي فأول ما شافوا سيدنا كعب ماشي كده فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يعني لو خرج بالهمة والنشاط بتوعه دول ورايح يجاهد مع سيدنا النبي ده كان يبقى أفضل فسيدنا النبي لما خرج عليهم وسمعهم قال لهم بتكلموا في ايه فقالوا له الله سيدنا النبي بنقول لو كان هذا في سبيل الله فقال لهم على ما خرج هو الرجل ده خرج ليه قال إن كان خرج على نفسه فهو في سبيل الله يعني لو خرج عشان يشتغل ويجب فلوس يصرف على نفسه وعلى بيته وعلى حياته فهو في سبيل الله وإن كان قد خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان قد خرج على قوته وقوت أولادي فهو في سبيل الله يبا سيدنا النبي بقول لنا لا أنا لازم أفرغ وقت للجلوس مع الأباء والأمهات عشان ده بيديني البر بعد كده يعني ما فيش مبرر أبدا انشغال الحياة وضغوط الحياة والعمل وغيره وأن ده يشغني عن السؤال على الأب والأم والسؤال على أهلي بشكل يعني دائم كان لها صديق يقول لي أنا معرفش أشتغل أو أبتدي يومي إلا ما سمع صوت أمي في التليفون وتطمن عليه يعني بداية يومي وأنا أشتغل إلا لازم أعمل مكالمة على الأقل فإحنا نقدر نفضي وقته ونقدر نخصص هذه المساحة بالرغم من الضغوط اليومية اللي بنعيشها طيب لمن لا يسأل وبيه يعني نقدر نقول كده فيه نوع من الانشغال الشديد والهجر لأيام وشهور هذا الشخص إزاي يعني بيقف أمام ربنا سبحانه وتعالى وإزاي بيحاسب نفسه أنه ممكن في يوم من الأيام يفقد الأب ويندم أشد الندم على أوقات ضياحة دون السؤال ودون رعاية والد والدته طيب ده يعني الشخص ده للأسف اسمه محروم محروم أيوة محروم من دعوة مستجابة تخيل لما حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا ترد دعوتهم ثلاثة كده لهم دعوة مستجابة الإمام العادل ودعوة الوالد لولده وفي رواية ودعوة الوالد على ولده تخيل كده محروم لما ما يتصلش بولدته أو ولده يتحرم من البركة محروم من البركة وسيلنا النبي علمنا زي ما حضرتك تفضلتي مفهوم البركة من سره ودي فايدة من فوائد بقى الصلة والبر والإحسان البركة في المال والصحة والولد قال رسول الله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وأولى الناس بيه وأولى الناس بالراحم وأولى الناس بالصلة والبر والإحسان الولد والولد لذلك أنا لو خسرت ولدي وولدتي اتقفل في وش باب من أبواب الجنة سيدنا النبي قال ذلك الوالد باب من أبواب الجنة تخيل بقى وهو موجود كده وأنا بروح أو باتصل بيها يعني من رحمة ربنا علينا وسائل التقارب دلوقتي أو وسائل التواصل قربت البعيد فأنا ممكن وأنا قاعد أفتح الكاميرا وأشوف والدي وولدتي وسلم عليهم وهم يكلموني ويكلموا أولادي يبا أنا بعمل هنا نوع من الألفة نوع من الإحسان نوع من المواد للأسف بعض الناس دلوقتي المشغولين حتى لما يروح يزور أهله ويزور والده ووالدته يقعد ويمسك التليفون ويلعب كده وكأنه مش مديهم انتباه وكأنه جاي هو يريح بيزعله بيبقى أقوياء الملاحظة جدا في الحاجات ذي وكأنه هو رايح عشان يرتاح من أعباء الحياة شوية عندهم فيمسك التليفون ويقعد بمعزل بعيد عنهم لا ده أنت رايح تقعد معهم رايح تدحكهم لذلك لما يجي شاب لسيدنا النبي وعاوز يجاهد برضو يقولوا ارجع إلى أبويك فأضحكهما كما أبكيتهما ده موجود في السنة يقولوا انت زعلتهم عشان انت جاهد جاهد مع الطبيعي وانت مسافر الأب والأم زعلنين فالطبيعي ان انت تدخل السرور عليهم آه ده من البر والإحسان فمحروم من لم يأخذ دعوة من أبيه وأمه محروم من فقد أباه وأمه ولم يدخلاه الجنة لذلك سيدنا النبي الداني يعني الداني منظر عجيب غريب يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ومنهم العاق لوالديه هذه حاجة صحبة جدا ازاي نستسم الرضا الوالدين ازاي ناخد بركة الرضا ده وازاي نترجم السلوكيات في حياتنا اليومية معاهم اننا انول رضاهم طيب احسنت يعني سؤال جميل كلنا بنسعى لتحصيل هذا الرضا واننا نال من هذا الشرف العظيم لان بر الوالدين لو بركة في كل شيء طيب ازاي انول رضاهم بالإحسان إليهما يعني ايه الإحسان إليهما يعني ادخال الصرور على قلبهما بشوف والدتي بتحب ايه وهعمله لذلك بعض الناس حتى بعض الشباب اللي انا بقابلهم كده يقول لي انا كنت بدخن ودلوقتي انا بطلت التدخين وعملت النفس زي هي حصالة كده حوش فيها واول حاجة انا عملتها حوشت سنة ونص وبالسنة ونص دول اخدت الفلوس وهطلع والدتي عمر يا سلام هو عملي هنا هو استصمر مع ربنا سبحانه وتعالى ودي تجارة مع ربنا يبقى ادخل الصرور على قلب والدته هتقعد تدعيله واحنا لسه ايليين دعوة الوالد لوالديه مستجابة فتخيلي والدته بتدعيله ياخد البركة منها ياخد الامل منها ياخد البر والصلة منها معنى البر ان البر ده موصول لذلك بركة البر بتاع الوالدين بلقيف اولادي والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم لذلك ربنا بكرم الاولاد بصلاح الاباء والامهات في صورة الكهف النهاردة اللي سنة نبعودنا نقرأها يوم الجمعة ربنا بقول في قصة موسى سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام وكان ابوهما صالحا لما دخلوا القرية كده ربنا قال لهم ان فيه جدار الجدار ده كان هيقع واما الجدار فكان لغلامين ما لهم بقى يتيمين يعني يتيم يعني ابو متوفي او اليتيم من الحيوانات اكرمكم الله من توفيت امه فده اللطيفة جميلة واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما السعادة باء وكان ابوهما صالح ايب صلاح الاباء والامهات سبب لسعادة الزرية والابناء حتى سيدنا عبد الله بن عباس بقول وكان هذا الصلاح من الجد الرابع وفي رواية من الجد السابع يعني الجد السابع بتاعهم كان راجل صالح فربنا كرم الذرية كلها ليه حفظت حقوقهم احسنتي بايه بتقوى ربنا سبحانه وتعالى لذلك صلاح الاباء والامهات سبب لسعادة الذرية والابناء وكان ابوهما صالحة لذلك سيدنا بن عباس يقول ما رأيته احط للذنوب احط يعني حاجة بتغسل الذنوب مثل بر الوالدين بر الوالدين حتى لو كان الاب قاسيا واهمل في تربية ابنائه يعني هي برضو نقطة مهمة حابب حضرتك توضحها لسادة المشاهدين في بعض الحالات بنشوف يعني في بعض الحالات اباء بيتركوا اولادهم بينفصلوا عن زوجاتهم وبالتالي لا يراعوا ابنائهم طيلة الحياة وفي نماذج بتكون للأسف الشديد وهي النماذج موجودة قاسية جدا على اولادهم حتى في هذه القصوة علي انا كابن او ابنة ان اصر راحي بالرغم من قصوة الوالد والوالدة يعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم للأسف في بعض النماذج بنشوفها من الاباء والامات ممكن يقصو على الابن او البنت لا يكونوا صالحين ويسبب له مشكلة في حياته بمعنى الولد يكون متردد طب هو ما عمليش حاجة في حياتي بعض الشباب يقول كده ده انا والله كبرته ما عمليش حاجة يعني انا شايف صديقي اللي كان معايا والده عمله كذا وعمله كذا وعمله كذا حتى انه بخرج معاه ويدحك معاه والبنت تقول والله طب والدتي سبتني واهملتني وما دتنيش الحق الكامل في العناية والرعاية طب يا عم الشيخ انا اعمل ايه هل انا لو عملتها زي ما هي بتعملني بمعنى القطيعة وان انا ما اتكلمش معاها هل دي يكون علي اثم بقول لها الشرع الشريف وبقول للشاب الشرع الشريف امرنا بالبر حتى لو كان الاب والام غير مسلمين ها تخيل كده ربنا يقول وانجاه هداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يبقى مفهوم المصاحبة معنى الود معنى الاحترام معنى البر يعني صاحبهم يعني مشيخ صاحبيهم اود انت قوم لكن لا اطاعهم في امر يخالف احسنت لان سن النبي قال انما الطاعة في معروف ولا طاعة لمخلوقهم في معصية القارئ ودي رسالة مهمة الحقيقة لصغار ستن او للشابة لان دايما بيبقوا ممكن ساعات شايفين الام والاب لا انتوا لسه صغيرين فاحنا فيه تناحر او فيه كلمة بكلمة ممكن تترد او فيه ندية في التعامل يعني العصر اختلف احنا بنتعامل بشكل يمكن مع ابائنا وامهاتنا ولادنا مش بنفس القدر احنا مفروض نعمل ايه نتعامل ازاي السؤال جميل يعني مفهوم الحياة اللي انا تربيت فيها عاوز اربي ولادي زيها يعني مفهوم ان انا كنت بشوف والدي فبعمله بطريقة كذا انما ولاد دلوقتي انا ممكن الاب يدخل عليهم كده هم معدين محدش التفت له السلام عليكم ممكن مايردوش كمان فالاب يزعل ويقول ده انا كنت زمان لا الزمن اللي حضرتك تربيت فيه ونشأت فيه والبيئة اللي حضرتك نشأت فيها الوقت ده ماينفعش ان احنا نطبقوا على الوقت اللي احنا فيه دلوقتي خلقوا لزمانين غير زمانين احسنت كلامك سيدنا الامام علي وقالها سكرات بعد كده ليه احنا بنتكلم في الحياة الحياة اننا الاب والام لازم يوكبوا العصر شوية بمعنى ان الحياة سريعة دلوقتي والرتم فيها مش حضرتك والاب بس اللي بتربه ده انتقول المدرسة بتربي والشارع بربي والتليفون بربي ووسائل الاعلام بتربي لأ فانا لازم يكون عندي صلة قرابة مش قرابة انا عاوز انزل لابني والبنتي عاوز المصاحبة بالمعروف لذلك اللي بزرع البر الاب والام وربنا علمني كده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى حتى الصحابة سيدنا الامام احمد من التابعين هو سيدنا الامام احمد بقول انا في كل سجدة لازم ادعي لولادي يا سلام لازم يخلي في العبادة جزء الولاد يدعي لهم ان ربنا يصلح حالهم ويهديهم لذلك حديث للاباء والامهات سيدنا النبي يقول رحم الله رجلا او امرأة اعانى ولده على بره يبا لازم الاب والام هم اللي يعينوا الولاد والبنات على البر انهم يزرعوا فيهم الخير وفي قلوبهم الخير لان الخير ده هو اللي هيجيب خير وبركة بعد كده بنشكر حضريتك يا فهدلت الشيخ يعني حديث جميل طبعا وبيهم كل اللي بيتابعونا دلوقتي سواء الأجيال الناشئة أولينا احنا نفسنا صحيح بحق الجمعة المباركة دي ربنا ينعم علينا بهذه البركة بركة البر والإحسان بالولدين لانه هي بركة ما بعدها بركة أبدا بنشكرك شكرا جزيلا دايما بتنورنا وبتشرفنا وبتمتعنا بحديثك الطيب الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف شكرا لك يا فهدل شكرا لحضراتك